موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء و أهلا وسهلا فيكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا لليوم هو موضوع قد يتكرر كثيراً قد يحدث كثيراً عند الكبار عند الصغار ولكن له خصوصية مهمة جداً وهو ضرورة التوجه إلى الطبيب من أجل المشورة الطبية موضوعنا لليوم هو ألم البطن الجراحي يا ترى شو يعني بنقصد في ألم البطن الجراحي؟ طب هو في ألم بطن جراحي وفيه غير جراحي رح نعرف الإجابات على هذا السؤال رح نعرف طرق التشخيص و كيفية التعامل معها من ناحية طبية و من ناحية جراحية ضيفنا لليوم واحد من شبابنا المبدعين إن شاء الله في مجال الجراحة العامة و جراحة المناظير و أحد الوجوه اللي رح يكون لها إن شاء الله و الأطباء اللي رح يكون لهم دور كبير جداً و أنه رح يكون بصمي في عالم جراحة الجراحة العامة و جراحة المناظير دكتور سليمان الطريفي بنقول له مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا فيكم دكتور سليمان يعني في البداية خليني أسألك قبل ما نبلش في حلقتنا لليوم يعني لما بكونوا الشباب الواعدين مثلكم هيك و عندهم طاقة يا ترى برأيك يعني أنا دائماً متفائل دائماً متفائل و بقول رح يكون لكم دور كبير جداً إن شاء الله زملائنا الشباب يا ترى فعلاً شعرين أنكم ممكن تكونوا فعلاً لكم دور في وضع بصمات و تطوير طب الجراحة العامة و جراحة المناظير بسم الله الرحمن الرحيم يعني إن شاء الله طبعاً أنه أكيد إحنا بنعرف أنه العلوم والدنيا في تغير مستمر نعم البطل العلم أنه ثابت العلم الديناميك و لازم الواحد يتحرك معه و يتطور حاله و هذا بيحتاج فعلاً لجهد كبير و جهد و حركة و تطور مستمر نعم و أعتقد هنا بيجي دور الشباب نعم صحيح واطلاعكم كمان يعني صار يعني أكثر اطلاع صار أسهل نعم التدريب صار أسهل نعم العلم صار متوفر في كل نعم وأنا أتمنى من الله لأنه هذا بالآخر سيعود علينا إحنا كمواطنين و على كل الناس أكيد إن شاء الله لأنه بالنهاية هذا مصلحة عامة ليس مصلحة طبيب أو مصلحة مؤسسة بقدر ما هو مصلحة عامة أكيد 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 دكتور سليمان خلينا نبلش ونقول أول سؤال في حلقتنا لليوم وهو لما نقول ألم البطن بشكل عام إيش يعني ألم البطن؟ متى إحنا؟ يعني شو تعريفنا لألام البطن؟ يعني أكيد الألام هي شعور ألام البطن هي شعور بالألم أو خلينا نحكي أنه شعور غير مريح في البطن ممكن يكون ألم أو ممكن يكون انتفاخ ممكن يكون عدم راحة نعم وألم البطن هي مختلفة يعني أنواعها مختلفة فهذا بالشكل عام أنه ألم في البطن الألم البطن مش شرط أنه يكون بس ألم ممكن يكون انتفاخ ممكن يكون عدم راحة ممكن يكون تغيير طبيعة الإنسان مش متعود عليها في البطن نعم يعني أنت بدك تقول أنه يعني الحالات المرضية مش شرطة تكون في البطن تكون مربوطة بس في الألم يعني عشان أقول الإنسان في عنده مشكلة ممكن يكون في عنده أعراض تانية غير الألم تكون عامل أو بتدللنا على أنه فيه مشاكل في البطن أكيد طبعا نعم طب إيش الفكرة من أنه إحنا حلقتنا اليوم ألم البطن الجراحي يا ترى شو الفرق ما بين الألم البطن الجراحي والغير جراحي ألم البطن الجراحي هو اللي بيستده أنه تدخل جراحي نعم وإذا صار فيه تأخر في التشخيص والعلاج هذا بيكون له يعني مردود عكسي وخطير جدا على صحة المريض وممكن على حياته نعم وبالتالي هان الأهمية في التشخيص السريع والتدثل السريع نعم لحل مشكلة قد تكون كارثية إذا ما نحلت بشكل السريع والوقت المناسب والحل المناسب نعم وعشانك طبعا مشاهدين دائما أنا في كل الحلقات بأكد وبرجع دائما وبقول التشخيص المناسب والتشخيص السريع هو الحل الأسرع لتجاوز أي محنة أو أي مرض موجود وموضوع الألم البطن الجراحي بحاجة فعلا طبعا هذا باعتمد على المريض وباعتمد على زملائنا الأطباء في غرف الطوارئ أو في المستشفيات بدقة التشخيص وسرعة التشخيص في حالات ألم البطن الجراحي اللي رح نعرف شو هي أسبابها طبعا مشاهدين بإمكانكم متابعتنا من خلال صفحة الفلسطينية على الفيسبوك أو من خلال طبعا شاشتنا وبإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف للسيد ورح تظهر بعد شوية أمامكم على الشاشة وتوجيه أي سؤال وإن شاء الله نقدر نجاوبكم دكتور سليمان يعني لما بنقول ألم البطن الجراحي ما فهو منه مربوط في مواضيع إلها علاقة في الأعضاء الداخلية في البطن يا ترى لو بلشنا نسرد شو هي الألام هاي وإش أسبابها من وين يبتيجي أسباب الألام البطن الجراحية ممكن يكون نتيجة أي خلل موجود في أعضاء البطن نعم والخلل هذا راح يكون أكيد راح يكون كبير لدرجة أنه محتاج تدخل جراحي فعلى سبيل المثال لو حكينا أنه في عنا ممكن مشكلة في المعدة تكون ممكن تكون قرحة ولكن هذا مش جراحية ولكن ممكن أن يتحول له قرحة جراحية إذا صار فيها مضاعفات كأنه صار ثقب في القرحة أو صار نزيف من القرحة نعم فممكن الألم غير الجراحي يتحول في أنه يصير فيه مضاعف ويصير جراحي نعم أو جاع من وقت إلى الثاني ولكن ممكن الوجع هذا برضو يتحول لحالة جراحية طارئة نعم أنه يجب أن يستدعي تدخل جراحي طارئ نعم الاثنى عشر والأمعاء بشكل عام برضو الأمعاء الدقيقة ممكن يكون فيه مغص عادي طبيعي وأنه يكون مؤقت ولكن ممكن يكون فيه انسداد أو فيه التواء نعم في الأمعاء وهذا أيش بستدعي برضو تدخل جراحي القلون برضو نفس الكلام من يجل الزائد الدودية وهي الأكثر انتشارا طبعا ممكن يكون أعراضها في البدايات أعراض مشابهة لأعراض كثيرا ممكن الإنسان يحسها في كثيرا الأوقات ولكن تيجي لفترة أنه خلاص بيصير أنه الألم مستمر وأنه فعلا تستدعي أنه تدخل جراحي بشكل مستعجل نعم طب دكتور أنا نعم تفضل أوكي أشياء تانية برضو ممكن بالنسبة للسيدات اللي هي ما يخص المبيضين أنه يكون فيه التواء فيه أكاس مفجورة في كل هذا ويستدعي برضو تدخل جراحي تشخيص وعلاج وعلاج ممكن كمان فيه الشغلات الأكثر خطورة اللي هي ما يخص الشريان الأورطة إذا كان فيه هناك انتفاخ أو تمزق في الشريان وهذا بستدعي تدخل وحالة خطيرة جدا حالة خطيرة جدا بتكون وتستدعي تدخل جراحي مستعجل جدا يعني أنا اللي بقدر آي أني أنا أحكي فيه أنه إحنا الحالة هاي حالة الألام البطني الجراحي أنه كمان ممكن تصيب زيان بتصيب الرجال بتصيب النساء كمان ممكن تصيب الأطفال وهون معضلة أكبر في التشخيص طبعا بالنسبة للأطفال تقريبا الأمراض هي مشابهة بشكل بسيط خلينا نحكي لأنا عشان أنه الأطفال عندهم الأمراض الخاصة فيهم أو المشاكل الخاصة فيهم بالنسبة لذي أكيد تيجي في الأطفال زي الكبار ولكن الأطفال بيكون تشخيصها صعب تشخيصها صعب لأنه الدلالات المشكلة بتكون متأخرة وشكوة المريض بتكون غير معبرة عن الوجع الموجود فيه بالإضافة لأنه المضاعفات بالنسبة للأطفال بتكون سريعة جدا أسرع من الكبار وتأثيرها على طفل صغير بتكون أكيد أكثر أعلى من تأثيرها واخترتها أعلى بتكون طبعا من هنا نحن نتوجه لكل الإخوة المشاهدين وبالأول ألام البطن الجراحية الألام التي قد تصيب البطن ولكن البطن الجراحي بشكل عام ليس بالضرورة أن يكون مصاحب بألام شديد كما بعض الناس بتعتقد في كثير من الناس بتعتقد أنه مثلا الزايد الدولي يعني وجع شديد جدا وهذا مش مزبوط كمان في هناك بعض العوارض الكثيرة التي قد تصيب الإنسان وتنم عن حالة مرضية بحاجة لتداخل جراحي وقد لا يكون العلامة الرئيسية فيها الألم عشان هيك مراجعة الطبيب دائما من أجل التشخيص واستخدام الطرق التشخيصية هي أهم شيء لو يجينا حكينا عن أهم الحالات المرضية اللي ذكرهم ضيفنا العزيز المسببة للبطن الجراحي الحاد هي كثيرة جدا ولكن راح نعد الأكثر انتشارا منها وأول شيء بنقول اللي هو التهاب الزائدة الدودية الملتهبة انثقاب القرحة المعاوية أو المعادية زي ما حكى الدكتور أنه ممكن يكون في قرحة موجودة في المعادة أو في الأمعاء ويصيبها انفجار انثقاب المرارة وهو مرحلة متأخرة من التهاب المرارة وأحيانا ممكن حتى التهاب المرارة نفسه يعمل بطن جراحي انثقاب ردج ملتهب بالقلون وهي عبارة عن أكياس موجودة في جدار القلون ويصيبها التهاب شديد انفجار أوعية دموية أبهرية بطنية اللي هو الأورطة اللي موجودة في البطن ممكن يعمل حالة موت سريع إذا لم يتم التشخيص بشكل سريع نقص تروية الأمعاء نزيف حاد رحمي من البطن يعني زي ما بكون عند السيدات حمل خارج الرحم وانفجار في أحد أنابيب فالوب وكذلك التواء أحد أنابيب فالوب يعني الأسباب كثيرة ومتعددة جدا مش مهمتك تعرف أنت شو السبب مهمتك أنك تروح للطبيب أو مهمتك من أجل أنه هو اللي يشخص ويتخذ القرار هل بحاجة لتداخل جراحي أم لا دكتور سليمان لو أنا بدي أسألك طب طبيعة الألم يا ترى ما بين الجراحي والغير الجراحي هل هي مختلفة هل إلها يعني أنا مواطن يعني ممكن أكل فول حمص فلافل يصيبني شوية غزات يصيبني وجع وأحيانا بيكون وجع مؤلم يا ترى في كل الحالات أنا لازم أروح للطبيب وأروح عشان يشوف شو ما ولا فيه خصوصية لألم البطن الجراحي يعني هل لازم أروح للطبيب أعتقد أنه طالما الألم شديد لازم الواحد يروح للطبيب ومهمة الطبيب هان أنه يشخص فعلا هل هذا الألم جراحي أم غير جراحي هل نحكي من ميزات الألم الجراحي بالإضافة لقوة الألم نعم استمراريته وأنه ألم مستمر ممكن يكون مصاحبه برضو أعراض ثانية ممكن زي القيء المستمر ممكن إمساك مستمر ممكن ارتفاع في درجة الحرارة كل هذه الأسباب أو الأعراض تستدع أنه لازم أنه المريض اللي بحس في شغلاتها لازم أنه على طول يكون فيه استشارة طبية سريعة نعم بس أنا بدي أقول على شغلة مهمة دكتور سليمان وأعذرني يعني أنا بشوف أنه دائما تشخيص الحالات البطن الجراحي تقع في الأساس على عاطق الأطباء زملائنا يعني بمعنى إيش أنا بأصد يعني طالما بنقول عن ألم شديد وبنحكي عن تقيق وبنحكي عن ارتفاع في درجة الحرارة طبيعي جداً أي مواطن رح يسعب حاله يروع على غرفة الطوارئ هون تكون الأمانة بين أدين أطباءنا اللي إحنا طبعاً أنا كل يثقة فيهم طبعاً فاستخدام التشخيص السريع بيريح المريض وبينهي الحالة المرضية يا ترى هل سرعة التشخيص فعلاً بتفيدنا في حالات البطن الجراحي؟ وكيف؟ أكيد طبعاً أهم يعني نقطة في الموضوع الألم وبطن الجراحي أنه التشخيص التشخيص صحيح خلال أنه يعني التدريب وخلال الممارسة أكيد أنه الواحد يعرف في ميزات معينة للألم هذا أنه والله هل فعلاً هذا بطن جراحي ويحتاج تدخل جراحي ولا ولا لا نعم خلينا نحكي فيه أسليب كتير وفيه شغلات يعني من هو كل كل بجوز كل طريقة ولكن إنه هانه بتيجي الخبرة وبتيجي خلينا نحكي العلم الموجود لازم لوحد يكون طبعاً على علم كافي نعم وهذه خلينا نحكي علوم أساسية إحنا كالأطباء المتدربين بجوانا دائماً معلمهم والله أهم شيء من علمهم يا أنه كيف تشخص البطن الجراحي صحيح هل هذا محتاج جراحي ولا لا؟ والله ممكن أنه يتداوى بعلاج طبي عادي ومن هون إحنا طبعاً نتوجه لكل الإخوة والمشاهدين والمشاهدات طبعاً إنه موضوع التشخيص البطن الجراحي هو يعني بصراحة شيء سهل بس أهم شيء إنه إحنا نتوجه إلى غرف الطوارئ إلى الطبيب من أجل تلقي العلاج أو المشورة الطبية بمجرد الوصول تقع الهون المسئولية على عاتق أطبائنا اللي أعتقد في كل مستشفياتنا همي على قدر كبير من التجربة والخبرة وموجود أصبح اليوم عندنا كل الطرق التشخيصية اللي بتساعد على أنه أنت بمجرد فحص أو صورة أو إجراء تقدر تحدد إذا كان هذا البطن الجراحي بحاجة إلى تدخل سريع أو لا عشان هيك بنقول لكل الإخوة والمشاهدين دائما دائما توجه إلى الطبيب دكتور يعني لما بنجي نحكي هلأ على الأمراض بشكل عام اللي ممكن تصيب البطن يا ترى هل البطن إلو تأسيمي أنتو بتاخدوها بعين الاعتبار مثلا فوق تحت وإيش وإيش هالتأسيمي هاي فايدتها يعني هلأ من ناحية التحديد هل هو جراحي ولا لا هذا يعني أعتقد أنه عام لكل أوجاع البطن بظل أنه والله هل أنه هذا البطن جراحي أوكي جراحي طب أنا شو الأسباب هذي بتعتمد فعلا على منطقة الوجع نعم والأعراض المصاحبة للألام يعني لو حكينا أنه في المنطقة العلوية من البطن عادة أن احنا منفكر في ثقب في القرحة في المعدة المثقوبة أو أنه والله ممكن يكون التهاب في البنكرياس حاد نعم أو التهاب في المرارة حاد بينما في وسط البطن دايما بيكون التفكير في الأمعاء الدقيقة بشكل عام نعم رح نشوف دكتور هلأ إحنا والمشاهدين بعد شوي صورة توضح بشكل عام الموضوع يعني إحنا شايفين بشكل هيك بسيط عملية تأسيم البطن إلى أربع أقسام بشكل هذا وإحنا بشكل عام يعني الفكرة من الصورة اللي حطينا إحنا أنه ليش يمقسمين البطن بالطريقة هاي لأنه كل جزء من الأجزاء اللي موجودة بيعكس حالي مرضي بيعكس حالي مرضي لأنه بيوجد تحت كل جزء أعضاء معينة ممكن أنها تعطينا علامة عن نوع المرض تفضل دكتور تعليقك على الصورة يعني إذا انتبهنا على نعم يعني في زي ما اسمينها أربع أرباع للبطن المنطقة اليمنى العلوي العلوي زي ما حكينا اللي هي التهاب المرارة وقرحة في الاثنى عشر أو قرحة سواء مضاعفة أو غير مضاعفة في الجانب الأيسر برضو قرحة في المعدة وثقب بالقلون أو التهاب الكل اليسرى وحوض الكلية التهاب الكل اليسرى وحوض الكلية هي مش دايما أنه بطن جراحي ولكن أحد الأسباب أحد الأسباب أهم إشي أو أكتر إشي احنا بنشوفه اللي هو الجزء الأيمن السفلي والتهاب الزائر الدولية نعم طبعا ممكن يجي معاه كمان اللي هي مشاكل المبيضة عند السيدات حصوا بالحالة بالأيمن وهذه يعني أعتقد أنها مش بردهم إحنا رح نرجع للصورة ونشوف تأسيمة البطن وكيف الناس تتعلم تحدد مدى حدة الألم ولكن ناخد معنا أول اتصال معنا أخونا أحمد من غزي مساء الخير يا أحمد مساء النور أخير يسعد مساءك تفضل سؤالك مساء دعا سؤالي بالنسبة للقحة بالطول في أثناء المعدة تفضل سؤالك سؤالي عن القحة في المعدة الايه القحة القحة آه آه طيب شكرا لأتصال في عفواً عفواً لحظة شوي بس تفضل في عندي أنا قبل فترة خد صورة تلفزيون نبطنا طبيب في غزي عندي في ماء لزوجة على أثناء الكلا والمعدة أنا وزوجتي إيش في عندك عفواً زي ماء اللي توجه ترسب 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 نعم في الكلا نعم 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 طيب رأى قداش عمرك يا أحمد أنا عمري خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين ساني ماشي شو بتشتغل بالله يا أحمد أنا قاعد والله في البيت قاعد آه يعطيك العافي الله عافي شكرا لأتصالك شكرا شكرا طبعا إحنا مش موضوعنا هو موضوع السعال ولا الكحة ولا الترسب الكلا ولكن خليني أجاوبك طالما اتصل أخونا أحمد من غزة بأنه السعال هو أسبابه كثيرة ومتعددة ممكن أن يكون هناك تحسس في الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي ممكن أن يكون هناك بعض المشاكل في الرئتين قد يكون هناك بعض المشاكل في الجيوب الأنفية تؤدي إلى حدوث هذه الأضرار عليك بمراجعة الطبيب طبعا بشكل سريع من أجل تحديد سبب السعال التدخين وما سألنا هو شذا بدخن ولا لا أحد الأسباب الرئيسية من أجل وجود السعال بالنسبة لها الترسبات في الكلا عليك بمراجعة أخصائي جراحة كلا نرجع للصورة اللي كنا شايفينها والتقسيم اللي كنا بنحكي عنها دكتور سليمان قديش مهمة هاي التقسيمة بالنسبة لك كجراح وكمواطن كيف يتعلم أنه التقسيمة هاي مهمة طبعا التقسيمة هاده مهمة بحاجة أنه أنا يكون متوقع شو السبب وراء الألام الجراحية اللي في الوطن عند المريض نعم وهذا بتخلينا يكون التجهيز للعملية أو شو أو التوقع حتى للتشخيص التوقع للتشخيص والتجهيز للعملية هل فعلا مستدع عملية ومدى الاستعجال في إجراء العملية نعم يترى يعني التقسيمة هاي تأخذ طبيا بعين الاعتبار يعني أنه أنت بتأخذ مثلا والله إذا في اليمين الزايدي إذا في اليمين فوق اللي ما عرفش الكبد أو مشاكل في العصارة الهضمية وكذلك يعني الأمور أن في وسائل التشخيص المتوفرة حاليا هذا مبدئيا كفحص كلينيكي أكيد راح أتأخذه بالاعتبار هذا بتوجهني إلى يعني الفحوصات اللازمة أني أطلبها أو الصور اللازمة أطلبها أو طريقة الفحص اللازمة نعمله عشان نتأكد من التشخيص طبعا فهذا ممكن تعطينا كتشخيص مبدئي بداي ولكن تشخيص النهائي طبعا بيكون بعد إجراء صور أو فحوصات طب إحنا إحنا شايفين برضو تأسيمة تانية طبية طبعا إحنا بنستخدمها وهو عبارة عن مربعات مختلفة طبعا أنا اللي بدأقوله الموضوع مش والله إحنا بننعب بخانات لا كل منطقة من اللي إحنا شايفينها تعطينا يعني أنا بيجي المريض عندي على الطوارئ وبدأ أشخص أنا مش معقول بدي أعود يعني أتحذر بكل شيء بأخذ أول إشيء السيرة المرضية تاعت المريض بأخذ الأعراض الموجودة عنده وبشوف وين الألم موجود زي ما أنتوا شايفين واللي طبعا الدكتور سليمان كان بيحكي عنه إنه كل منطقة يعني بنفعش والله واحد فوق بطنه تحت من الجهة الشمال بطنه بوجعه له من مبارح وأجي أقول والله آه بجوز الزايدي هذا طبعا عشانك بتتأسم المنطقة لمناطق بناء على كل منطقة شو في تحتيها دكتور سليمان شو أكتر شيء بنصادفه إحنا في حياتنا العملية وفي قرف الطوارئ إنه حالة جراحية فعلا بتستدعي التدخل وبحاجة لتدخل جراحي يعني حاليا يمكن اللي هي التهابزة الددية هذا الأكتر شيوعا نعم طيب قبل ما نكمل دكتور بس ناخد تصالة أنه من السعودية بدناش نأخر الأخونا أبو عيسى من السعودية مساء الخير مساء نوري أخوي دكتور كيف الحالة؟ الله يسعدك أخوي الله يسعدك أخوي أشكركوا محمد بررمج وأشكركوا كل من استقبلين يفدر رحم من أخو وجميعكم شكرا جزيلا لاتصالة الله يحيك أخوي معي سؤال واحد يا دكتور أحنا منتشر عندنا في السعودية فشيء الأورام الخفيثة تتبع الكبد ما كبد يعني إفتهابات تتبع فيا دكتور مثلا يعني إشو العلاج لها إشو اللي تنصح مثلا يعني الأغلب إنهم يسوون جراحة لأنها أكثر الوفية بتدكتور تحصي من الجراحة نعم فهذا يا دكتور فيه علاج غير مثلا غير الجراحي مثلا يعني بالطب النبوي أو مثلا بالعشبة أو مثلا بالعلاج الرقية هذه اللي نسمعها دائما أو يا دكتور هنا والله أصبحت كثير الوفيات عندنا في السعودية خاصة يعني في المتشفيات التخصصية اللي هي تعالج هذا الكبد وما يعني ما استطاعت أن يعني تنجح مثلا أو يعني تنجح بالاستطاع بهذا المرض فهذا يا دكتور فقط نبغى تفصيل من الدكتور وراء أسعى في هذا البرنامج دكتور شكرا جزيلا لاتصالك أخونا أبو عيسى من السعودية وأشكرك الآن لسؤالك وأكيد دكتورنا راح يجاوبك على هذا السؤال والأورام الخبيثة أخو أبو عيسى هي من الأورام من الأشياء التي لا يتم علاجها إلا طبيا يعني ما احترامنا لكل الطرق التانية اللي ذكرتها سواء الطب النبوي سواء العشاب ولكن ربنا خلق الإنسان من أجل أنه هو وخلق العلم وطور العلم من أجل أنه نستخدمه في علاج هاي الحالات المرضية دكتور شو لك في سؤال أبو عيسى بالنسبة لأورام الكبد نعم يعني هو في عندنا أنواع من أورام الكبد نعم في الأورام الحميدة في الأورام الخبيثة والأورام الخبيثة ممكن تكون اللي هي فعلا من الكبد نفسه أو أنه منتقلة نعم كثانويات من الجهاز الهضمي نعم وهذا الأغلب طبعا لما يوصل المريض مرحلة أنه فيه ثانويات من الجهاز الهضمي سواء من القلون أو من المعدة أو من الأمعاء للكبد فهذا بيكون في مرحلة متقدمة هو سؤاله طيب دكتور يعني يعني ليش الناس بتموت أثناء العمليات من أورام الكبد يعني هل فعلا أنه الناس بتموت فعلا ولا طرق المستخدمة ولا شو القصة يعني هي مش طرق المستخدمة طرق المستخدمة طرق مدروسة نعم وبعناية وبرتوكولات للعلاج بتكون معروفة وطالما أنه المريض دخل على العمليات فأكيد يعني فيه نسبة للشفاء نعم جراح الكبد جراحة خطيرة ومعقدة ومعقدة ومحتاجة ل يعني سواء جراحين متخصصين ومراكز متخصصة للجراحة هاي طيب إذا بتسمح لي دكتور أني أنا برضو أعمال مداخل الأخونا أبو عيسى وكل الأخوان المشاهدين والمشاهدات بالذات في موضوع الأورام الخبيثة بشكل عام الأورام الخبيثة والسرطانات هي نوعين النوع الأول هو أن يكون المكان هو مصاب بالمرض الخبيث والنوع التاني زي ما تفضل طبعا دكتورنا العزيز هو أن يكون منتشر من مكان تاني جاي عليه على المكان اللي بنحكي عنه يعني على سبيل المثال الكبد ممكن يكون أصلا مصاب بالسرطان وهذه مشكلة وكذلك ممكن أن يكون هناك سرطان موجود في مكان آخر ولكن منتشر ورايح باتجاه الكبد طبعا مشكلة الكبد بأنه سرطانات الكبد بأنه هي من الأشياء المعقدة جدا جدا وطرق العلاج مختلفة تماما وقد تحتاج المريض لطرق مختلفة من العلاج ما بين الكيميوثيرابي والراديوثيرابي وكذلك المداخلات الجراحية المباشرة ولكن كل هذا بيعتمد على خينا نقول على حجم الورام وهل هو منتشر جاي من مكان تاني ولا هو أساسا أول موجود في المكان كمان كثير من المرضى اللي يصابوا بأمراض الكبد المختلفة بيحتاجوا إلى عمليات زراعة كبد واللي أعتقد أن المنطقة في مرحلة تطوير لهذا الموضوع وبقول لأخونا أبو عيسى أنا بوعدك أن يكون في عنا برنامج مخصص بعد العيد بإذن الله حول موضوع سرطانات الكبد دكتور بالعودة إلى الأمور اللي كنا نحكي فيها وهي ألام البطن الحاد كنا نحكي عن الزايد الدودية الأكثر انتشارا نكمل ونقول شو وكيف ومتى الناس بدأت تروح للدكتور وتشكوا أنه في زايد الدودية مثلا هنا حكينا مجرد ما أنه يكون فيه ألام بطن وألم مستمر هذا هو ألم شديد ومستمر لازم أنه يكون فيه استدعاء للطبيب بشكل مباشر الأعراض التانية الممكن يكون مصاحبة برضو كالاستفراغ المستمر أو الإمساك الحاد فهذا برضو إيش يستدعي إيش يستدعي أنه الاستشارة الطبيب أسرع وقت ممكن إذا كان فيه طب ليش يصاب الإنسان يعني إحنا بلعنها الزايد الدودية يعني هي زايدة ملهاش لزوم أصلا يعني كثير من الناس تعتقد أنه ملهاش لزوم لا هي لها لزوم طبعا أكيد يعني ربنا خلقها أكيدها لزوم لحد فترة قريبة جدا ما كان كان أنه مش عارفين لسه الوظيفة فتبعتها بس حاليا أنه بيّنت الوظيفة أنه تعمل كمخزن للبكتيريا المفيدة في القلون نعم فمجرد أنه إذا الإنسان يصاب بأي مرض مثلا أخذ مضاد حيوي البكتيريا في القلون كلها بتروح بينما الفيزاء الدودية بتظل موجودة كمخزن بتعاود إعادة إنتاج البكتيريا اللي هي مسؤولة عن شغلات كتير يعني وظائف مهمة جدا بالنسبة للجسم نعم وكمان يعني الدراسات قالت أنه على أنه الزايد الدودية يعني عشان الناس تفهم يعني مش زايد الدودية إنه ملهاش لزوم بالعكس بس قد يكون شكلها هو سماها الزائدة ولكن كمان من مهامها هو امتصاص بعض الأملاح التي لا يتم امتصاصها في الجهاز الهضمي دكتور أعراضها يعني الناس تعتقد عشان نصحح مفاهيم عند الناس إحنا مهمتنا مش نحكي طب بقدر ما نصحح مفاهيم خاطئة الناس تعتقد أنه إذا الواجع شديد جدا بلش فجأة يعني هذا زايد عادة واجع الزايد ما ببلش بشكل فجائي نعم ألام الزايدة برضو أعراضها بتعتمد على موقع الزايدة الدودية نعم هل هي مرات بتكون موجودة في مواقع مختلفة في تقريبا خمس أو ست مواقع ممكن تكون داخل البطن أو خلف البطن أو خلف القلون فهذا أو في الحوض فهذا يعتمد أعراضها على موقعها ممكن يكون ما فيش ألام في البطن نهائيا بس ألام بسيطة جدا وحرارة مثلا نعم نعم ويتم تشخيصها بالأشعة حتى تشخيصها ممكن يكون بالألترا ساوند بالألترا ساوند أو بالسي تي ممكن أن يكون تشخيصها ما ينفع بالطرق العادية الزايدة الدودية يعني مشكلتها أنه ممكن تكون موجودة عند كثير من الناس يعني أن يصاب الإنسان في الزايدة الدودية ولكن برأيك متى لازم المريض يروح على الدكتور ويقول أنا شاكك أنه عندي زايدة شو الأعراض كمبلكس الأعراض اللي يروح على الدكتور والله أنا بجوسي عندي زايدة يخلينا أروح على الدكتور يفحصني ويشوفني إذا كان عندي زايدة طبعا أهم عرض اللي هو ألام في أسفل البطن على الجهة اليمنى نعم غالبا بيكون مع فقدان للشاهية إلا الشاهية ممكن قيء في بعض الأحيان في بعض الأحيان برضو بيكون نوعا ما إمساك يعني أنه ما بيروح الحمام بشكل طبيعي بالإضافة لأنه الألم بزيد مع الحركة وهذا إشي مهم جدا صحيح كل حركة بتزيد فيها الألم طبعا إحنا بنرجع بنأكد لكل الإخوة المشاهدين بأنه الزايدة الدودية هي من أكثر الأمراض التي بنسميها من أمراض البطن الحاد وهي عشان نصحح معلومات ولا عمرها بتبلش في بشكل مفاجئ يعني بشكل ألم شديد جدا وطول عمرنا من قول إذا بلش بألم شديد جدا يعني تقريبا ممكن تستثني الزايدة حتى لو عجها اليمين من البطن وكذلك كثير من الناس تعتقد أنه بسرعة 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 لأنه هلا الزايدة الدودية بتنفجر وكأنه يعني قاعدة على أشي لا أول إشي لازم نتأكد بأنه التشخيص سليم والإجراء اللي بنعمله سليم بعد هيك ممكن يعني الزايدة ما بتنفجرش من الصيعة أو بساعة أو بساعتين قد تحتاج أحيانا لأكثر من 12 ساعة أو أكثر من 24 ساعة عشان يصير فيها حالة انفجار طبعا بحاجة لتداخل ولكن قبل ما يصير فيه تداخل يجب علينا أنه إحنا نكون مقتربين من التأكد بأنه الحالة المرضية هي حالة التهاب زايدة الدودية من أجل إجراء عملية جراحية دكتور الجديد في هذا الموضوع أنه زمان العملية الزايدة الدودية كنتوا تفتحوا البطن إيش الجديد اليوم في الموضوع؟ يعني هو حاليا برضو يعني موجود اللي هو العملية الكلاسيكية اللي هي أوبن سيرجري استقصال الزايدة الدودية بفتحة في البطن نعم الجديد اللي هو مش خلين نحكي جديد مش جديد كتير ولكن هو صار يعني حاليا تقليدي آه طبعا موجود اللي هو استقصال الزايدة الدودية بالنظور الجراحي بالمنظر بالمنظر الجراحي طب شو الفرق دكتور استمامة بين يعني الكلاسيك نفتح الجريح أو بالمنظر؟ المنظر بعطينا يعني ميزة للتشخيص بالإضافة للعلاج جميل في كثير من الأحيان إحنا ما مكنش متأكدين حتى بكل الفحوصات مثلا أو السيتسكان أنه مش متأكدين أنه فعلا هالهادي زايدة التهاب زايدة دودية ولا المشكلة في المبيض ولا مشكلة ثانية في البطن يعني أصدق أنه يستخدم المنظر يعني في حالة تشخيص لتشخيص وللعلاج ميزة المنظر برضو بعطينا حرية أنه نشوف أعضاء الحوض وأعضاء البطن الأخرى وبكون تدخل في نفس اللحظة طبعا حسب المشكلة الموجودة اليوم المنظر يعني تستخدم بشكل كبير جدا في الجراحة العامة وجراحة البطن بشكل كبير جدا يعني أصبح اليوم أكيد طبعا يعني أغلب العمليات تجرى بالمناظير يعني المناظير طبعا هذا تطور كبير ومفيد جدا كان إلا كجرحين ميزات كثير أعطانا إياها أنه نعم بتدخل ممكن عمليات كبيرة جدا نجريها من ثقوب صغيرة بس في البطن ثقبين أو ثلاث أو أربعة في البطن منها طبعا أكثر الشيوان له عملية المرارة الاستقصار المرارة بالمنظر الزائدة الدودية ممكن الاستقصار القرون حاليا بالمنظر أو عمليات المعدة بالمنظر فميزة المنظر طبعا بعطينا أنه الألات كثير أنه بتساعد بيكون يعني الفيلد أو مكان الشغل بيكون كثير بالنسبة لنا مريح نعم بالإضافة للتكبير وهذا بعطينا صورة أوضح وروية أوضح خاصة للمناطق الحساسة زي المرارة نعم بالإضافة ميزة للمريض أصبح كمان يعني بالإضافة أنه بعد العملية الألام بتكون أقل الإفاقة بعد العملية أقل الرجوع للعمل أقل المضاعفات بالنسبة للجروح بتكون أقل بالإضافة للموضوع اللي هو التجميلي خلينا نحكي أنه ما فيش جرح أو جروح صغيرة جدا طبعا إحنا كتير حكينا عن موضوع استخدام المناظير في الجراحة ولكن برجع بذكركم بقول على أهمية استخدام المناظير شو إحنا بنستفيد كمريض شو بستفيد من استخدام المناظير أول شيء بوفر الوقت يعني المريض بدل ما هو بيقعد في المستشفى خمس ست يوم كن يقعد يوم أو يومين ويروح تاني يوم بوفر الجهد والوقت على المريض الرجوع إلى العمل بشكل أسرع والأهم من هيك كمان بوفر الجروح يعني تخيلوا إحنا كنا زمان لما نعمل عملية المرارة كنا نعمل المرارة يفتحوا البطن من حوالي 20 سنطي طبعا هذا بيأخذ وقت وجهد ولا يرجع وبجوز بده شهر وشهر ونص وألام مستمرة فيما بعد والتساقات أكتر جوه البطن طبعا استخدام المناظير اليوم وفر كل هذا وخلاه يكون مصلحة المريض فاليوم إذا بنتطلع كل المستشفيات وكل أطبائنا العزاء عم بيدخلوا استخدام المناظير بشكل كفير جدا في أغلب العمليات الجراحية اللي بتعلق في البطن ولكن أنا بدي أسأل سؤال إحنا بنحكي عن العمليات اللي بدها عملية طيب إذا مريض في عنده ألام في بطنه وأنت كطبيب يعني مش عارف يعني بتحدد وين المشكلة هل يتم استخدام المناظير هاي من أجل التشخيص برضه؟ أكيد طبعا هذا ميزة كبيرة جدا في المناظير البطن إنه مريض زي ما حكينا إنه والله ألام بطن ممكن يكون حاد أو ممكن يكون مزمن نعم وكل الفحوصات أو الأشعات والسيتيسكان ما يبين إنه والله ده التشخيص الصحيح نعم وبالتالي أنا ندخل بالنظور في البطن فأنت بتفوت بالنظور بتشوف كل شيء قدامك كل أعضاء البطن الداخلية ومنحدد فعلا شو المشكلة ومنحلها إذا كان فعلا حلها ممكن يكون في نفس الوقت دكتور سليمان شو إحنا حكينا عن الزايدة شو أشياء تانية تؤدي إلى حدوث الأكثر انتشارا طبعا إحنا عدينا أسباب كتيري ولكن اللي جراحيا تؤدي إلى حدوث البطن الجراحي واللي بحاجة لتداخل حاليا لهو التهاب المرار الحاد برضو نعم التهاب المرار الحاد يعني يمكن إنه في صار تطور في آخر شهر بس خلينا نحكي آخر شهر آخر شهر صار في علاج التهاب المرار الحاد آآ إ correr الحاد إحنا كنا زمان نستنى عليه بالمضادات الحيوية IGHT أحاوم فيروح الالتهاب أحاوم وطبعا في ناس بنسهبد لا يريد إلى الالتهاب هل بنا استنى عليهم وبعدين بصير تدخل بعد شهر ونص أو شهرين نعم حالياً لقى البرتوكول الجديد الركومنديشنز الجديدة في العالم كله إنه لأ مجرد إنه صار فيه التهاب حاد المرارة لازم تتعامل مع عاملة التهاب الزايدة برضو نفس الشي تفوت وتشيلها المضاعفات أقل مكوث في المستشفى أقل كل هذا إيش طبعي حالياً إنه التهاب المرارة الحاد بعتبر إنه حالي طارئة ولازم تدخل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة إنه يكون محلول المشكلة نعم يعني الفكرة إنه إحنا نتعامل معها زي الزايدة دودي إنه فيه التهاب وبالتالي لازم نشير مصدر التهاب اللي هو كيس المرارة ونشيره ونطلعه بره طب يا طرى لو يعني الناس هلا بتسأل طب فيه التهاب كل تأخر على الالتهاب مش ممكن إنه إذا أجرينا عملية إنه يؤذي الأماكن التانية ينتشر هذا الالتهاب لأماكن التانية لأنه ينتشر لأه هلا إحنا المشكلة بتكون إنه بعد أي التهاب فيه التساقات أكيد أه في البداية بيكون التساقات بسيطة جداً ويكون لسه ما أو ما تكون بسهولة أصدق إنه عشان الناس برضو تكون معنا وفاهمة علينا شي بنحكي إحنا استخدام المنظار هو شيء مهم جداً ولكن كمان مش تتخيله يعني بفوت بمنظار الدكتور بشوف والله شارع الإرسال وشارع البيري وبعرف لا لا هناك مجموعة من الأعضاء المتلاصقة ببعض إذا كان كلام الدكتور واضح وأنا مقتنع ومتفق معاه تماماً إذا كان فيه التهاب وتركنا رح يزيد من وجود التساقات يعني بتصير الأعضاء قاعدة فوق بعض وملتصقة ببعض طيب لننجي نعمل عملية بعد فترة بعد شهر بعد اسبوعين بعد شهرين رح تكون أصعب ونسبة الخطورة فيها والمضاعفات أعلى بكتير صح أنا هيك فاهم؟ نعم طيب حكينا عن التهاب المرارة أو التهابات المرارة يعني هل ترى يعتبر ألام الحاد للناتجة عن وجود الحصاوي في المرارة أحد الأسباب التي يمكن إجراء عمليات جراحية سريعة؟ لا التهاب المرارة غير عن لذلك الفرق عن اللي هو المغص المراري نعم طبعاً فيه صفات لأنه نحكي بالله هل هذا انه التهاب مراري حاد ولا مغص مراري نعم من أهم الأسباب اللي هو الألم هل هو مستمر أكثر من أربع ساعات أو ست ساعات ولا والله يصر له بس ساعة أو ساعتين نعم هل مصاحبه حرارة مثلاً أو ارتفاع بالكبيات الدم البيضة؟ هل لما نعمل صورة الألتراساوند هل أنه في صفات التهاب المراري موجودة في الألتراساوند؟ نعم كل هذا بحدد هل فعلاً فيه التهاب في المرارة حاد وإستدعي تدخل سريع أو تدخل خلينا نحكي بدري ولا لا والله ممكن أنه مجرد أنه هذا مغص مراري وممكن نصبر عليه وتلمي في الشتهاب لغاية العمليات المجدولة العادية طبعاً مشاهدين نعطي فرصة للدكتور الشراباي وأنا بدي أقول على شغلة مهمة جداً ألام البطن الجراحي أو الألم وهو أحد العلامات التي تدل على أنه قد يكون هناك في بطن جراحي وعلينا تلقي المشورة الطبية بشكل سريع يا ترى يا ترى متى لازم أروح الطبيب في حالات الألم؟ رح نعد مجموعة من الأشياء ونشوف أنه قديش فعلاً هي مهمة في حالة وجود الألم أنه إحنا نروح للطبيب أو نتواصل مع الطبيب من أجل تلقي المشورة الطبية الألم إذا كان أو كنت تعاني من ألم بطني جديد وشديد لعدة ساعات وأكثر يعني بشكل منتظم مش متقطع بشكل مستمر إذا كان هناك ألم ثابت ومتزايد في منطقة واحدة من البطن ولمدة أربع ساعات أو أكثر شو يعني؟ يعني نفس المكان في ألم شديد ولكن بشكل متزايد عم بزيد بشكل مش عم بخف إذا كان الألم تشنج الألم ومغص كامل في البطن ولمدة تزيد عن 24 ساعة هذا برضو لازم تتوجه إلى الطبيب من أجل تلقي العلاج يعني ما نفكر بس أنه المغص من ميزته أنه بروح وبيجي ولكن إذا استمر أكثر من 24 ساعة علينا الذهاب إلى الطبيب من أجل المشورة الطبية إذا كان هناك نوع من الجفاف وانخفاض في مستوى السوائل إذا كان الألم يسوء ويتفاقم عند الحركة والسعال وهذا حكذا ذكره دكتورنا في البداية ويكون طبعا مختلف عن التشنج العضلي إذا كان ألم بطني جديد ويبقى لأكثر من ثلاث ساعات شو الفكرة من هذا اللي إحنا منحكي فيه؟ الفكرة بأنه أي ألم في البطن هو بحاجة إلى مشورة طبية وحتى المغص اللي إحنا متعودين عليه برضو بحاجة إلى مشورة طبية ولكن قد يكون اختلاف الوقت هو الفيصل ولكن العلام المميزة دائما للبطن الجراحي هو ألم متزايد بشكل تدريجي في أكثر الحالات يبلش من درجة واحد ويبلش يزيد ويزيد ويزيد إلى أن يصل إلى درجة عشرة من عشرة ألم شديد جدا دكتور حكينا عن لاي ولكن خلينا أخذ أسئلة سريعة عشان وقتنا النزيف من الأعضاء الداخلية هل هو حالي بحاجة إلى التدخل سريع وكيف؟ طبعا في بعض الحالات نحكي نزيف من الأعضاء الداخلية نحكينا في حوادث السير أو الناس اللي بقع عن ارتفاعات أو هيك طبعا ممكن أنه يحتاج إلى تدخل سريع وهذا باعتمد على مدى الإصابة وحالة المريض نعم يعني أكثر أكثر الأعضاء عرض الإصابة اللي هي الكبد نعم والبنكرياس يعني البنكرياس بشكل قليل خلال نحكي والطحار والطحار ممكن الأماعات الدقيقة برضو نعم أو الكلية هل يتم تدخل في هذه الحالات بالمناظير برضو؟ آه طبعا ممكن ممكن ندخل في المناظير إذا كانت حالة المريض مستقرة نعم في الحالات الغير مستقرة لا يعني ممنوع أنه نستخدم نظور الجراحي نعم أو في حالة نزيف شديد في البطن طب يا دكتور لما تستخدم استخدام المناظير في البطن الجراحي وبنحكي عن الالتساقات في البطن وهي يمكن تكون عند كثير من الناس سواء اللي عاملين عمليات السيدات إذا كانوا عاملين قيصريات قبل لك بصير عندهم في البطن فيه التساقات يا ترى المناظير اللي بنحكي عنها واللي إحنا بننصح الناس التوجه إليها بتفيد وبتعطي نتيجة ولا لا يعني أحيانا نضطر نفتح بطن بتفيد بتفيد في بعض الحالات ولكن في الحالات الحادة بيكون استخدامها محدود المناظير للمشكلة انه انتفاخ الأمعاء في البطن فما بيكون هناك المساحة العمل الكافية اللي نقدر انه نشتغل في النظور فلازم انه الأمعاء كلها تطلع بره البطن ونقدر ايش انه نشتغل فيها بينما في الحالات اللي هي مش حادة مزمنة ممكن انه طبعا النظور الجراحي يكون له دور كبير ويسهل على المريض وعالدكتور طيب دكتور كمان من الأشياء اللي أنا بدي أسأل عنها وهو انه إحنا بنقول عن استخدام المناظير والبطن الحاد ولكن يا ترى هل هناك ما يمنع أحيانا دكتور اسليمان من انه يعمل تداخل الجراحي بغض النظر عن شكله في ألام البطن الحاد وشو الحالات اللي ممكن تكون فعلا مثل هيك في ألام البطن الحاد اذا كان التشخيص بطن جراحي فهو يستدعي تدخل بكل الطرق وبغض النظر على الظروف الموجودة فيها المريض طبعا بعد اللي هو انعاش المريض نعم ولكن في أوقات انه والله وكيفي آلام حادة في البطن نعم ولكن مش بطن جراحي نعم ممكن يكون انه التشخيص مش أكيد وبالتالي برو على التشخيص نروح لشغلات تانية نشخص وممكن طبعا في الآخر انه وصل على موضوع اللي هو التشخيص باستخدام التنظير نعم آخر سؤال دكتور سليمان يعني قديش الوقت آخر سؤال نختم في حلقتنا لليوم قديش الوقت مهم جدا في التشخيص والعلاج في حالات البطن الحاد وما هو المتوقع إذا صار في تأخير من حسب السبب نعم يعني زي ما انت حكيت انه موضوع مثلا التهاب الزائد الدوديل التهاب الزائد الدوديل ممكن نستنع عليه 12 ساعة أو 24 ساعة ما في مشكلة نعم بينما إذا كان مثلا انفجار في القرحة في الاثنى عشر أو في المعدة فلازم خلال ساعات يعني الوقت يعني عامل مهم جدا فيه عامل مهم جدا نعم وطبعا يعني بتحدد في الفحص نعم التأخير في التشخيص برأيك قديش ممكن يكون ضار وقديش ممكن يؤدي إلى مضاعف ممكن يكون مميت مميت نعم دكتور سليمان شكرا جزيلا لإلك لوقتك لمعلوماتك نتمنى دايما تكون ضيف عزيز علينا في قناة الفلسطيني وفي برنامجنا صحتك بالدنيا أشكرك جزيلا شكر شكرا عزيزي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع ونقول على أنه ألام البطن الحاد هي منتشرة وموجودة عند الكثيرين حكينا عن جزئية بسيطة لسه فيه كثير أشياء ممكن تكون موجودة تؤدي إلى حدوث البطن الحاد أمراض النسائية والتوليد مشاكل التواء المبايض مشاكل القلون يعني كثير أشياء ممكن تؤدي إلى حدوث ألام البطن الحاد ولكن دائما وأبدا بنقول في حالة الشعور بهاي الألام أو بأي أنواع من الألام الغير طبيعية في منطقة البطن علينا التوجه إلى أقرب مستشفى على فكرة عملية التشخيص بسيطة جدا أي طبيب بس ياخد السيرة المرضية ويعمل صورة بسيطة جدا سواء تلفزيونية أو عادية أو أحيانا طبقية ممكن يحطك على الطريق السليم من أجل العلاج التشخيص طبعا والشيء والعلاج وتدارك مضاعفات البطن الحاد اللي إذا تركناه زي ما تفضل ضيفنا العزيز وقال ممكن أن يكون ممي فعلينا بالانتباه دائما وأبد في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشهر في طاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر